بعد نجاحها في منصة وصل لمتابعة حركة توجيه المركبات الخاصة بتطبيقات نقل الركاب دشنت الهيئة العامة للنقل مؤخراً منصة بيان الإلكترونية لمتابعة ومراقبة أداء حركة مليون شاحنة سعودية والتحقق من معلومات البضائع وحالتها بهدف رفع جودة وسرعة النقل أحد أهم الأشياء التي تمص المستخدم النهاية والمواطن في عمليات النقل هو سرعة وصول البضائع المطلوبة من قبل المستخدمين طبعاً البوابة التي تم إطلاقها تساهم شكل رئيسي في تسهيل عمليات النقل وبالتالي تؤدي إلى سرعة عمليات النقل وخفض التكاليف عجلة الاقتصاد دفعت الهيئة العامة للنقل إلى تطوير أنظمتها لمراقبة حركة البضائع لأكثر من سبعة آلاف شركة مرخصة إذ يدخل الرياضة وحدها على سبيل المثال حوالي 12 ألف شاحنة يومياً ما رفع حجم حركة البضائع من وإلى مدينة الرياض خلال العام الماضي 2018 إلى 171 مليون طن هذا الحجم من القطاع وهذا الحجم من السوق يجب أن نسهل عملية النقل وعملية إصدار الوثائق اللازمة لكل هذه العمليات ومن هنا أطلقنا بوابة بيان لتسهيل عملية إصدار هذه الوثائق الخاصة في النقل تغير سلوك الشراء من التقليد إلى الإكتروني يساهم بشكل كبير في زيادة العبء على قطاع نقل البضائع وبالتالي ارتفاع مؤشرات زيادة مشاركته في رفع حجم الاقتصاد السعودي ما يعزز توجهات الدولة المستقبلية في تنويع مصادر الدخل غير النفطية من الرياض حسين بن مسعد العربية